مرحبا كيف حالكم؟ أنا دكتورة حلال قوقة خصائية الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والليزر رح أحكيكم اليوم عن مرض السماكية هو مجموعة من الأمراض الجلدية الوراسية التي تتعلق بعدم قدرة الجلد على التخلص من الجلد الميت فبالتالي بيتراكم هالجلد الميت بيعمل قشور كتير سميكة على سطح الجلد هذا المرض عادة ممكن يظهر عند الولادة وممكن يظهر خلال فترة الطفولة أهم أعراضه زي ما حكيت الجلد بيكون جاف جدا متقشر في بعض الحالات بيكون منظر الجلد مثل البلاط بيكون فيه ماربل لايك احنا نسميه طبييا ممكن كمان بعض الحالات يأثر على فروة الراس بيعمل بعض الأشور الخفيفة إذا كانت الحالة شديدة ممكن يأثر على الجفون تنقلب الجفون إلى الخارج فرح يأثر على العين المرضى رح يصيروا يناموا وعيونهم مفتوحة ما بيقدروا يسكروا عيونهم بشكل كامل بيصير في عندهم جفاف بعيونهم وممكن كمان يعمل بعض الالتهابات في عيونهم لحد الوقت الحالي ما في علاج نهائي وشافي لمرض السمكية أو مرض الاكثيوسس نعتمد عادة على المرتبات اللي بتحتوي على كمية كبيرة من مادة اليوريا أو مادة اللاكتك أسد منه تطعطي ترطيب عالي للجلد وحماية للطبقة الخارجية من الجلد مادة اليوريا أو اللاكتك أسد بقوموا على تقشير الجلد الميت وإزالة هاي الطبقات بالإضافة إلى حماية كويسة للعيون اعطائهم بعض الأطراط السماعية المتابعة عند طبيب العيون باستمرار ونشوفكم على خير إن شاء الله اشتركوا في القناة